السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأوفياء في مقطع جديد يتعلق بإنجاز النص الشعري رسل الصناع الخاص بالمستوى الرابع الصفحة 141 والصفحة 142 نعم قبل أن نبدأ فضروس واحد الكلمة إن شاء الله تجدونها كل أسبوع قبل بداية كل أسبوع يوم الجمعة والسبت والأحد نعم وضروس القراءة الشعرية أو الوظيفية تجدونها كل يوم جمع على قناتنا أتهيأ للقراءة أذكر أهم الصناعات التي أعرفها مثل مني أنني نذكر يعني أهم الصناعات التي نعرفها مثلا أنا سأذكر مثلا الصناعة الفخار والأواني النحاسية صناعة المنتجات الخشبية الصناعات المعدينية مثلا بالنسبة ألاحظ أتوقع أصف المشهد الذي تتضمنه الصورة نعم المشهد الذي قدمناه نعم نلاحظ هنا النقش على الخشب نلاحظ النقش أيضا على النحاس نعم هنا أيضا صناعة أو نشتج الزرابي نعم وغيرها من الصناعة الصناعة جيد إذن نعم أنطلق من الصورة والعنوان ثم أتوقع موضوع القصيدة إذن العنوان هو رسل الصناعة والصورة أمامنا إذن ستتحدث القصيدة عن أشخاص وحرفيين يمارسون صناعة معينة إذن الجواب دينا على أسئلة ما قبل القراءة اللي أبغي نقلها هي كالتالي أسئلة ألاحظ وأتوقع عفوا أتهيئ للقراءة وأسئلة ألاحظ وأتوقع نعم ننتقل للصفة 122 و40 للإجابة على الأسئلة الموالية عنا أسئلة أفهم أحدد نوع علاقة طراطف أو ضد بين كل كلمتين مما يأتي تابع معي عنا هنا غبطت وهنا حسدت إذن نعم هل هنا علاقة طراطف؟ أول علاقة الطراطف؟ إذن هنا علاقة طراطف نعم هنا أفخر وأتباهى أفخر وأتباهى إذن هنا علاقة طراطف هنا يذعن وهنا يخضع نعم إذن هي علاقة طراطف أيضا هنا هون وهنا عز إذن هذه علاقة طهات ثم السؤال الثاني السؤال الثاني مثل مني أحدد مراطف الكلمة المكتوبة بلون مغير أكبرت المصنعة تكبرت أو عظمت أو كرهت إذن هنا أكبرت المصنعة بمعنى عظمت نعم عظمت المصنعة حاك القميصة بمعنى قلد القميصة أو خطط القميصة أو نسج القميصة إذن هنا نسج القميصة ثالثا أذكر المهنة التي أبرز الشاعر إعجابه بها ولماذا مطلوب مني أنني نذكر المهنة التي أبرز الشاعر إعجابه بها يعني اللي عجبات الشاعر نعم وهي عندنا في النص كالتالي نعم غابطت الذاهبين بمعنى حسدت الذاهبين إلى الصناعة تفقنا عفوا هنا غابط ليس حسدته لأنها قلنا هي الضب ديال الحسد إذن المراضف ديالها هو الصرور تفقنا والإنشرح إذن هنا يا عنا الكلمة اللي تلبوه مننا نبحثه اليوم هي الصناعة نعم وعنا أفخر بالتي حاكت نسيجة أيضا يعني هذه ثانية يعني المهن نعم وعنا أيضا عنا كلمة الفتا يطوي الحديدة يعني هذه يعني من المهن نعم كما قال نعم الذي أبرز الشاعر إعجابه بها تفقنا إذن هذه هي المهن نعم الصناعة التي حاكت نسيجة والفتا الذي يطوي الحديدة وعنا السؤال لماذا لماذا لأن السبب لأن الله أوحى إلى رسل يعلمهم صناعة لشو عجبه لأن الله سبحانه وتعالى هو أوحى لرسله ويعلمهم الصناعة وعنا هنا فأدم فعلم آدم الأسماء حتى وعلمه أساليب الزراعة وإدريس الخياطة والحياكة وذاك إلياس ينسج في براعة تفقنا إلى غير النص نعم ثم عنا السؤال الرابع معفوان السؤال الرابع تتركب القصيدة من ثلاث مقاطع محدد الأبيات التي ترتبط بكل مقطع بالاستعانة بالمضام الأتية ألف تعظيم الشاعري بصنائع بعض المهن إذن هنا من البيت الأول إلى البيت الثالث تفقنا من البيت الأول إلى البيت الثالث هنا تعليم الله الرسل بعض أساليب الزراعة والصناعة نعم عنا من البيت الرابع إلى البيت السابع تفقنا ثم توبيخ الشاعري المتهاونين عن العمل من البيت الثامن إلى البيت الأخير اللي هو البيت العاشر جيد؟ نعم ثم هنا أحلل وأتذوق السؤال الأول أستخرج من النص المفردات المرتبطة بالصناعة والفلاحة والتجارة نعم بالنسبة للمفردات المرتبطة بالصناعة والفلاحة والتجارة لدينا الصناعة الصناعة المصنع البضاعة الحديد بالنسبة للفلاحة أساليب الزراعة بالنسبة للتجارة باعه تفقنا ثم ما المفردة الحاضرة بكثرة نعم المفردة الحاضرة بكثرة هنا هي مفردة الخاصة بالصناع ثانيا لماذا مثل الشاعر الصناع ببعض الرسل نعم لماذا السبب هنا ليتشجيع الناس على ممارسة الصناع باش يشجع الناس على ممارسة الصناع لأن الرسل يعني أنبياء ورسل الله سبحانه وتعالى وكانوا يمارسون هذه المهن ثم ثالثا وردت في القصيدة كلمات مثل الصناعة البضاعة أستخرج من النص كلمات أخرى مشابهة لها نعم من بين هذه الكلمات مثلا عندنا الحياكة تفقنا الحياكة طاعة عندنا براعة الشجاعة قاعة تفقنا الوضاعة أضاعة هذه كلها كلمات تتشابه مثل الكلمات التي لدينا أنا هنا يدرت لكم مثالين فقط أنتم ممكن تدروا الأمثلة لهم كاملين تفقنا الآن أسئلة أركب وأقويم سؤال الأول ألخص القصيدة في ثلاثة أسطر مطلوبني أنني ألخص القصيدة في ثلاثة أسطر نعم مثلا نغند لكم هنا يتحدث الشاعر في قصيدته عن مزاولة الحرافيين والصناع لمجموعة من الصناعات وشبه الشاعر المتفانين في عملهم بالرسل وعاقب المتخاذلين تفقنا ثم السؤال الثاني عن أخطار من القصيدة البيت الذي أعجبني وأعلل سبب إعجابي به مثلا نغ أعجبني البيت السابع لماذا؟ لأن هذا البيت الشعري يتحدث بل يشجع الناس على العمل وخير دليل هم الرسل نعم ثم أخيرا أتحقق من صحة توقع الذي وضعته قبل القراءة وأعلل ما توصلت إليه نعم إذن هنا فعلا كان توقعنا لموضوع النص الشعري صحيحا نعم كان هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم كما أقول لكم النصص الوظيفية والشعرية تجدونها يوم الجمعة أما بالنسبة لمكون صرف وتحويل والطراكين تجدونها يوم السبت على القناة وبالنسبة لإملائه التطبيقات الكتابية تجدونها إن شاء الله يوم الأحد تفقنا شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في مقطع لاحق وإلى اللقاء مرة أخرى